سلم الهلال الأحمر البحريني 40 طن من المساعدات الإغاثية لنظيره الهلال الأحمر السوري على الأراضي السورية ليتولى الأخير بدوره توزيع هذه المساعدات على المنكوبين والمتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة شمالي وغربي البلد وتضمنت شحنة المساعدات هذه التي كانت انطلقت من البحرين الأسبوع الماضي ودخلت سوريا عبر معبر نصيب في الأردن مواد غذائية أساسية وكميات كبيرة من الملابس إضافة إلى البطانيات مع التركيز بشكل خاص على حليب الأطفال نظرا للحاجة المساة لهذه المادة في أوساط العائلات المتضررة من الزلزال وقال سعادة السيد وحيد مبارك سيار سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية أنه منذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال أصدر جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه توجيهاته السامية للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في محنته الإنسانية التي ألمت به جراء هذه الكارثة المدمرة والعمل على تقديم المساعدات الإغاثية لرفع المعاناة عن المتضررين وتخفيف آلام أسر الضحايا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر